يعني النهاردة برضو ترددت أنباء أنه فيه مشكلة في اتحاد الكرة للمستشار راغب رفاعي ده رئيس لجنة الترخيص مع المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ واليد العطار برضو بخصوص طلب العطار تسهيل منح الترخيص لأحد الأندية عشان يتبعت للكاف عشان نحلله المشكلة رئيس لجنة الترخيص حسب بما علمت أنه الراجل رافض وشايف أنه فيه مستندات لازم تستكمل وفيه بنود لازم تتحقق ولما فوجي اتقال أنه فوجي بالأستاذ جمال علام بينتصر لرأي الدكتور واليد العطار بقت فيه مشكلة قد تفضي إلى رحيل رئيس لجنة الترخيص وهو ده اللي هيحصل غالبة يا إما يرضخ وأرجو الله يرضخ حتى يحط لنا يعني موقف حلوا المشاكل ليه إمتى حنبدل بالطريقة دي يا جماعة والله ما بيساعده حد أنت عمال بترحل المشكلة وبتكبرها ده كلام مهم جدا